أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلام على سيد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نكمل مع حضراتكم في حلقة جديدة حول آيات من القرآن الكريم لها حكاية لها سبب من أسباب النزول لكن هذه الآية التي نقرأها اليوم لها فهم الصحيح ولها فهم خاطئ لكن مع سبب النزول ومع معرفة أن الله تبارك وتعالى يفهمنا الآيات وتفسير الآيات خاصة عندما يكون للآية سبب فنحن اليوم نتكلم عن آية فيها سحر والسحر حرام وهو حرام بإجماع الأمة والسحر فيه أذى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الأذى قال تعالى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةْ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم لا درر ولا ولا درار والساحر دائما ممقوت يعني مغضوب عليه والساحر دائما غير محبوب سبحان الله دائما الساحر في مشاكل كده يعني لا تجد سوي المزاج تجد دائما عنده مشاكل هذه الآية التي سنقرأها الآن إن شاء الله في سورة البقرة هي تتكلم عن قوم هؤلاء القوم قبل الإسلام انتشر فيهم السحر انتشار عجيب حتى صار الرجل يأتي ويقول أنا نبي أهلا وسهلا أنا أعطيكم دليل إن أنا نبي قول يا سيدي دليل إن أنت نبي فيفعل أفعالا هذه الأفعال فيها سحر فأنا مثلا عندي ندارة هو يفعلها سحر يحولها إلى أسد آه والله ده انت كده نبي لأن دي معجزة فصار أدعياء النبوة كثير وصار الناس الذين يدعون أنهم أنبياء وأنهم أصفياء وأنهم رسل كثير وكلهم كذب فأرسل الله تبارك وتعالى ملكين الملك الأول اسمه هاروت والملك الثاني اسمه ماروت هاروت وماروت يعملوا إيه؟ يعلمون الناس قواعد السحر يعلمون الناس إيه؟ قواعد السحر لماذا يعلمون الناس قواعد السحر؟ فإن جاء مدعي النبوة الكذاب ثم حول هذه النظارة إلى أسد قلنا له يا سلام طب إيه رأيك ما إحنا نستطيع نحول هذه النظارة إلى أسدين إذا 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 هو أنت أنبياء زي ما هو أنت مش نبي أنت ساحر القضية أنت مش نبي أنت ساحر بدليل أننا نستطيع أن نفعل كما تفعل وزيادة أنت حولت النظارة إلى أسد إحنا نحولها إلى إيه إلى أسدين بجد آه فيفضح أمر مدعي النبوة الكذب هذه القصة وكلما علموا أحد السحر قالوا له خلي بالك خلي بالك ده السحر ده فتنة السحر ده إيه فتنة لكن اللي بييده النفع والذي بييده الضر هو مين الله والكل بيد الله علشان كده إحنا علمناكم السحر لهدف معين أن تكشفوا الفرق بين السحر وبين المعجزة إيه المعجزة؟ أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي انشقاق القمر أنا هكلمكم عنه في في لقاءات كثيرة إن شاء الله إيه انشقاق القمر؟ يا رسول الله عاوزين معجزة قادي القمر أهو انقسم كده لم ينقسم هكذا عشان بعد المسافة لو القمر انقسم هكذا ها؟ الفرق في النص لا يظهر لكن الله عندما قسم القمر اقتربت الساعة وانشقل إيها؟ صار كده عشان يبقى واضح لأي إنسان ينظر إن القمر ليس هكذا فممكن مع بعد المسافة نشعر أنه في لحل لكن لا الله سبحانه وتعالى عندما قسم القمر جعله هكذا دي معجزة أمر خارق للعادة يظهر على دي مين ها؟ لكن السحر السحر فيه نوع من أنواع اللعب على البصر علشان كده هاروت علشان كده ماروت هما ملكان والملائكة أجسام نورانية خلقت من نور قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لكنها معصومة لا ترتكب الزنوب وإيمانها سابت لكن ما قيل من كلام خاطئ نحكيه إن شاء الله في لقاء قادم وصلي لهما وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة